رأس ففرحه وعمله كأنه أبوه بالضبط والفنانين كلهم جملوه جواز المخرج عمر عبدالعزيز في سن السبعين بحضور ابن أخوه كريم عبدالعزيز وإعلاقة ميرفت أمين بعروسه كتير بنسمع جملة الحب ما بيعرفش سنه وبيدق الباب في أي وقت وده اللي حصل مع المخرج الكبير عمر عبدالعزيز عم النجم كريم عبدالعزيز وللحب دق بابه وهو في السبعين فأعلن جوازه من السيدة أماني صفوط فيترى إزاي احتفل بجوازه وكان إيه رد فعل كريم عبدالعزيز على جواز عمه وهل فعلا العروسة لها علاقة بالفنانة ميرفت أمين عاش المخرج عمر عبدالعزيز فترة من العزبية لكن زي ما بيقوله الحب مالوش وقته فالحب دق باب قلبه هو في عمر السبعين وقرر يتجوز أماني صفوط علشان يلاقيه ونسلين قرر يعمل حفلة صغيرة يعزم فيها كل صحابه وأهله ويشاركه فرحته وكان باين عليه قد إيه مبسوط وكان بيرقص في كتب كتابه كأنه لسه شاب في العشرينات من عمره وكان مشاركه فرحته ابن أخوه كريم عبدالعزيز اللي رأس هو كمان في حفل كتب كتاب عمه وكان واقف جنبه وبيدعمه كأنه ابنه ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقاطع فيديو صور لحفل كتب كتابه في حفلة صغيرة وفي أجواء عائلية وعلعت على الفيديوهات والصور وقالت مبروك جواز المخرج الكبير عمر عبدالعزيز وأماني صفوط حضر الحفلة أهله وصحابه من نجوم الوسط الفني زي الفنانة إلهام شهين وبوسي شلبي ولبلبة وغيرهم من الفنانين وكان على رأس الحاضرين الفنان كريم عبدالعزيز واللي بيكون ابن أخوه فحضر كريم هو ومراته الفرح وكان واقف جنب عمه ومبسوط وسعيد إن عمه مبسوط بإنه لأى الشخص المناسب ليه حتى لو في سن السبعين وكمان كان بيرقص مع المعزيم الموجودين في فرح عامه وتصور هو وزوجته مع الإعلامية بوسي شلبي لكن اللي حير المتابعين إن المخرج عمر عبدالعزيز كان ظاهر في أكتر من صورة مع الفنانة مربة أمين ومتصور معاها بقربة كبيرة وده اللي خلى بعض المتابعين يفتكروا إن عمر عبدالعزيز اتجوز مربة أمين لكن مش دي الحقيقة الحقيقة إن عمر بتجمعه صداقة مقربة جدا من الفنانة مربة أمين وسبقوا تعاون معها في أعمال فنية كمان المخرج عمر عبدالعزيز ما تجوزش مربة أمين ولا حجة اتجوز السيدة أماني صفوط اللي ظهرت معه أكتر من صورة عمر عبدالعزيز مخرج كبير اتولد 25 مايو 53 اتخرج من المعهد العالي للسليمة قسم إخراج بدأ حياته المهنية مساعد مخرج لأخوه المخرج محمد عبدالعزيز والد الفنان كريم عبدالعزيز واللي بيعتبر علامة مهمة في سينما الكوميديا الاجتماعية وده اللي خل عمر يحاول يمشي على نفس خطوات أخوه فكان مساعد مخرج ليه في أفلام كتير وفي 2002 اتجه للإخراج التلفزيوني بمسرسل بين شطين ومية وده بعد مسيرة طويلة من الإخراج السينماي ومن أهم الأفلام اللي أخرجها الشقة من حق الزوجة فرحام ملازم آدم وحاليا بدأ عمر عبدالعزيز مرحلة جديدة من حياته اشتركوا في القناة